وصل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ على رأس وفد رفيع المستوى إلى العاصمة الأسباكية تشقند تلبية لدعوات رئيسة مجلس الشيوخ الأسباكي تنزال لا نارباذا الجانباء نقاش أليات تفعيل عمل لجان الصداقة والتفاعل بين اللجان البرلمانية كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين مجلسي الشيوخ بالبلدين لتطوير علاقات الصداقة والتفاهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك تأتي الزيارة في إطار تعزيز سبل التعاون بين مصر وأسبكستان